أهلا بكم من جديد قال البنك الدولي في تقريره الصادر نهاية أكتوبر الماضي تحت عنوان ممارسة نشاطات الأعمال التدريب من أجل الإصلاح قال إن مصر نفذت خمسة إصلاحات للإجراءات المنظمة لنشاطات الأعمال في العام الماضي بهدف المساعدة في خلق الوظائف واكتباب الاستثمار عموما نتحدث أكثر عن مناخ الاستثمار ضيفي معي اليوم الدكتور إبراهيم مصطفى هو خبير اقتصادي واستثماري وتنمية أعمال ورئيس التنفيذي لشركة مصارات للاستشارات والاستثمارات مساء الخير يا دكتور بداية مع معادلة التضخم لأنه كان الموضوع اللي كنا بنتكلم عنه قبل الفاصل البنك المركزي نجح في تخفيض معادلات التضخم من 33% في يوليو 2017 إلى 11.14% في مايو 2018 وطبعا آخر أرقام كما ذكرناها كانت أكثر من 8% بقليل كيف تنظر لهذا الأمر؟ بوسي خينا أتكلم أن معادلة التضخم في حد ذاته لما بيزيد بيمس المشكلة لأنه بيأثر على حاجات كتير على مؤسسات من حيث تكلفة التمويل من ناحية فبالتالي بيأثر على خطاتها في التوسع خطاتها في تمويل الانتاج في حاجات كتير جدا على مستوى الفرد تكلفته مع الشيء بتزيد من ناحية تانية أنه أسعار بتتأثر من ناحية أخرى فالنهار ده لما معادلة التضخم يقل من 33% إلى 11% على أساس السنة وبعا كده يزيد 2.14% الإرقام حد ذاتها مؤشر إيجابي بس ده حسب سنة المقارنة يعني النهار ده تحسن إحصائي لكن لسه المواطن ما حسش بانخفاض مستوى الأسعار ده حقيقي طيب هل يعني هناك تعريف أو توصيف لحالات التضخم بأن هناك تضخم إيجابي وتضخم سلبي نحن في أي حالة؟ خلينا أتكلم في حياتة أنه ليس حاجة اسمها إيجابي وليس حاجة اسمها الإطار المحيط بي يجعل يطفي عليه صفات الإيجابية أو صفات السلبية إنت يكون إيجابي التضخم ده لما يكون عاجة الإنتاج دائرة عرضه الطلب شغال كويس في قوة شرائية في قوة شرائية في مستوى الدخول مرتفعة فبالتالي التحرك في سعر السلعة والخدمات اللي هون سعر التضخم في إطار محدد قد يكون إيجابي هنا لأنه حركة السوق ماشية طيب النهار ده في مصر عندي حاجة ريكوت تضخمي فحاجة ريكوت تضخمي بقول عن تضخم عندي مستوى الدخول تضخم كانت مرتفعة وعندي مستوى الدخول مرتفعة في الحالة دي البصف تضخم بأنه سلبي أوكي فمصر طبعا في الفترة الأخيرة كان فيه عدد من الإصلاحات الاقتصادية منها مثلا الزيادة في أسعار الوقود تقليل الدعم تدريجيا أيضا كانت هناك زيادة في بعض أسعار الغذاء كيف كانت نسبة هذه الزيادات كيف انعكست على أرقام التضخم خلينا نكلم النهار ده لما حصل التعويب حصل طفرة كبيرة جدا في الأسعار زادت بقدر كبير جدا لأنها أثرت على مدخلات الإنتاج فبالتالي كل العوامل الإنتاج زادت فسعر السرع اختلف فزاد فالفترة كانت باعة التعويب حصل فيها زيادات كبيرة جدا فبتالتفعت الأسعار حال الاتفاعة ده كان مبنية ليه؟ مبنية على ارتفاع مدخلات الإنتاج ولاس مبنية على طلب ده من ناحية فلما تيجي النهار ده نقارن بعجها بسنة تانية الكلام ده لو قلنا في 2017 نهار ده في 2018 معدل التعويب لو عرفنا التضخم معدل التغير في الأسعار فلما بقارن معدل التغير في الأسعار السنة دي بالسنة اللي فاتت معدل التغير في حدود دونيا مش كبيرة لكن لو أنا جيت عبصة مثلا على تغير الأسعار 2016 ومقارن 2015 لكان معدل التغير كبير ده اللي نخلى التفرة في الزيادة دي طيب أعتقد أنه عندنا بعض اللوحات بتتحدث أيضا عن مناخ الاستثمار وأجواء الاستثمار دعني أسألك عن أبرز الإحصاءات التي لمستها في الفترة الأخيرة والتي أثرت بشكل مباشر في تحسين مناخ الاستثمار خليني أهم التقارير اللي بتطلع بتقياس مناخ الاستثمار من ناحية الإجرائية مثلا الجراف ده الرسم ده بيبضح التطور على مستوى مؤشرات تأليل بنك الدولي الخاص بسهولة أداء العمال لو بصينا في أول عمود ده 2010 تمام مقارنة بآخر ثلاث سنوات يعني 16 17 18 في 2010 كان أحسن أداء ليكي على مستوى مؤشرات تأليل بنية للستثمار ولذلك هو سنة الأساسية ففي تأسيس الشركات كنت 18 على مستوى العالم فحصل تراجع بعد كده وصلت 39 على مستوى العالم ثم في آخر سنتين تراجع بشكل كبير يعني 103 ثم 109 سنتين على التواني فإيه اللي بيحصل في السباة دي انت بتم مشيه في حلقة سباقية أو في مجمار سباق في 190 دولة كله بيجري في نفس التراك بيبدأوا من خط الزيرو عشان نوصل لخط النهاية النهار ده كله بيجري بسرعات مختلفة فالأسرع أداء في الإصلاحات والأكثر عمقا في الإصلاحات والأكثر استقرارا في هذه الإصلاحات وسابق بقية الدول بيوصل لمرتبة متقدمة فإحنا النهار ده لو نقارن نفسنا النهار ده على مستفى تأسيس الشركات النهار ده عندي تراجع في آخر سنتين 17-18 سنة دي وتهليل ستصادر في أكتوبر 2018 ترخيص البناء أيضا ده 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 اللي كان فيه كليلة لا ده كده تحسن احنا كنا 154-3010-168 ترتبنا صح عندك حق كانت تحسن توسيل الكهرباء برضو عندك تحسن لو نقارن بـ 2010-2018 فيه تحسن رغم من تراجع فيه تراجع طفيف في 2018 بس فيه تحسن بالنسبة للتسجيل الملكية أنا عندي فيه تراجع أنت عملت إجارات كبايسة جدا قبل 2010 طيب إزاي لأنه دائما الرسائل أنه فيه عدد كبير من الشركات التي تتأسس كل يوم أيضا فيه يعني فيه عمل يجري في كل مجال لكن هنا ترتبنا يتراجع وصيوات تأرير ليه منهجية المنهجية دي بتطبع على الهاتف كلها زي مسترة النهاردة أنا لما أجي ألعب لعبة لما أجي ألعب لعبة معينا فيه قواعد اللعبة فلازم ألعب بيها هلعب شطرنجة هلعب كرة فيه قواعد اللعبة فالنهاردة أنا عندي منهجية ما أمشي عليها كل مؤشر ليه منهجيته وليه استمارة استيبان خاصة بيه فبتتوزع على مين على الطرفين الحكومة أو القطاع الخاصة دفع الدرائب كنا في مستوى 136 أصبحنا 159 مع أنه الواضح لنا أنه إحنا بنصدد درائب كتير لو بنقارن مصر بمصر هو بيئيس إيه المؤشر ده في كل مؤشر الوقت الإجراء الوقت التكلفة أخذت بالحبك أنا لما أخذ إجراء النهاردة هو بيعتمد الإجراء ده مطبق فرين على أرض الواقع لما المجاريتي أكثر من 50% بيستخدمه هو المؤشر التعريده بتعاول بيئيس الشركات اللي هي الشركات ذات المسائل المحدودة فبالتالي بينظر للشركات ولازم تكون وطنية شغلة أجنبية وسكيل بتاعها small and medium size فالنهاردة لما بيئيس الشركات دي ده مؤشر مهم جدا عشان يعرف المستثمر المتوسط والصغير اللي عندك اللي هو 100% بيمتلك هذه الشركة أداء مناخ العمال بالنسبة له إيه على مستوى الدول فده مؤشر مهم جدا مش هقول إنه هو العامل الأساسي في اتخاذ قرار السمية بس هو أحد العوامل المهمة اللي بيبنى عليها وبنقدر نعرف إحنا فين من الخريطة العالمية ده مهم جدا أنت لما تيجي تبني خطتك الإصلاحية لازم تبصي المؤشرات دي لأنه فيه طريقين فيه حاجة اسمها quick wins مكاسب سريعة تبع على مستوى أقل من قانون لاحة تنفيذية وقرارات وقرار وزاري وقرارات إدارية دي سهل انتخذيها بسرعة في حاجة متعلقة بتغيير قانون دي بتاخد وقت عشان تخش الدورات الأشيائية بتاعتها فلازم عندك الخطة واضحة اللي انت الخطة الإصلاحية بتاعتك واضحة في الاتجاهين مهم فزي ما قلت حرك كله بيجري في سباق عشان يوصل للنهاية وبشتيني وهدي مثال مثلا لما في اللعابة اليمنية لما كانت في مضمار سباقة بيجري وقعت على الأرض وكان فضلها مئة متر ورجلها كسرت فلت مصمنة هتكمل تسحف على الأرض واتسلم الروياليز منتها عشان تكمل انت ممكن يحصلك تعصر في سنة بس لازم تكملني منتها عشان توقفي لكن لو وقفتي غيلك هيزباك ورجعك ورا مهم ايه الإصلاحات الأخرى اللي بترى أنها كانت مهمة جدا في الفترة الأخيرة لنتحدث عن تحضير سعر الصرف خاليني أتكلم برضو الدائما اللي المستثمر يبص للصورة الكلية استقرار سياسي وأمي وده الحمد لله متحقق من ناحية له كان عندك مشكلة فيه سعرين للسعر الصرف كان عندك سعر في السوداء وسعر الرسمي ده كان عند مشكلة للمستثمر لما انت لغيتي هذا الفرق أو لغيتي السعرين في السوق قد نعمل اطمئنان والاستقرار للمستثمر أنه لما يحط فلوسه دولار النهاردة عارف قيمتها كان فالنهاردة عندك سعر صرف نسميه نسميه مانجد أو مدار بطريقة نعمل الكفاءة شوية عشان تقدر يتحكمي ما يبقاش فيه سوق السوداء تماما فده مهم جدا أحد الحاجات اللي حصلت على الفترة بالفاتحة من الحاجات اللي حصلت على المستوى التشريعين انت طلعت قلول الإفلاس وده أثر رعاكي في التقديل والجاعة في التقديل التقديل تاني موجود في الفترة تحسن هنا نعرض بعض الأمور التي أصبحت أسهل أهم أربع مؤشرات التقديل التعرض لهم الحصول على الثمان أكثر مؤشر خصل فيه طفرة عندك 30 مركز نتو وده حاجة مهمة جدا لأنك انت صلحتي في كذا حاجة من ضمنها قانون الضمانات المنقولة ده كان مكانش موجود وانت فعلتيه وطلعت اللي حد تنفذيه ده بيأثر عليه عشان حتة التراكينج والريكورد والآي سكور وكلام ده تشويت حالات الإفلاس بس بتذكر أنه أصبحنا في المرتبة 101 وكنا في 2010 131 تبقى للتقديل اللي كنا بنعرضه منه عشان احنا أصدرنا قانون الإفلاس فصدور قانون الإفلاس في حد الزات دمهم مجلزان والتحارج زيما في حريط دخول السوق لازم في حريط الخروج من السوق النهاردة المستثمر يخش اللي عادة السوق حصل له مثلا موقف ما حصل له تعثر محتاج يقوم من السوق فهو الإجراءات دي مبسطة ووضحة وشفافة دي برضو بتدي فرصة لنهاردة لما يخش السوق حعرف منه لو دخلت السوق ده وحصل الظروف حعرف منه لا ده بيأسعى قارل إسماني من ناحية تانية كمانا مع كل الخطوات التي اتخذناها خطوات الإصلاح والرئيس عبر عنها في مجالات مختلفة بأنها قرارات صعبة وقاسية لكننا اتخذناها بالفعل لكننا لا نجد الاستثمار الأجنبي المباشر في مستويات التي كنا نستهدفها خلينا نقول الفترة اللي هي من بعد 2010 من 2011 لغاية فترة قريبة انت حصل لك نعم الاهتزاز للسوق مصر تأثرت كتيرا بأحداث سياسية واقتصادية أثرت عليها من حيث الأداء الاقتصادي والأداء السياسي فلما رجعتي يحصل عندك استقرار سياسي كنت محتاجة صلاح البيت من داخل تاني منتيجت الأحداث التي حصلت بعد 2011 عكيب داخل منك وقت فعليك تحديات داخلية وتحديات خارجية الاقتصاد العالمي فيه تحديات نعطي مثلا بأتكلم على الاقتصاد العالمي حاجة من السمارات بتقل فيه ليه؟ لأن التوتر ما بين أمريكا وصين عامل مهم جدا اتنين حركة التضافق للسمارات راحة للهوت ماني أكتر من الجرين فيلد من ناحية تانية الحاجة التالتة أن التوقع بتاع الناس السنس بتاع الناس اللي هو التخوف اللي هو شاف الاقتصاد رايح لطباطؤ أكتر السنتيمنت اللي هو الضبط يعني إحساساً مستثمر تجاه الاقتصاد تحركه إزاي العالمي؟ لو أنا كشركة عالمية النهاردة وشاف رؤية الاقتصاد في طباطؤ أكيد ده يأثر علي من حيث أن أنا بقى متردد في التواصل ومترد في التواصل ومترد في التواصل ومترد في التواصل ومترد في التواصل ومعين هكذا ينتهي اللقائي بالدكتور إبراهيم لكن بعد فصلاً قصير تتابعون لقاءاً كنا أجريناه مع الأستاذ مكدي حسن مدير عام موستر كارد في مصر وباكستان وتحدثنا عن التجارة الإلكترونية دور بطاقات الاقتمان والبطاقات بكل أنواعها في الحقيقة في هذا المجال وكان هذا اللقاء منذ أيام قليلة على هامش اجتماعات غرفة التجارة الأمريكية أترككم مع هذا اللقاء ونراكم دائماً على كل خير